سباح النور سباح الخير على اغلى و احلى و اشتركات نتمنى ان تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي يجبتلكم اليوم كي معاوتكم العميرات دي من اللي بدو كلامنا بسرعة على الحبيب صلى الله عليه وسلم ولينا في روتين جديد فيه وصفة بزاف شابه او من فيه خارجه تعصح اتهبر يعني احنا نشارك معاكم انهاري كامل اليوم كيفه شفيت باك لبنت لي الامانة هذلا فيديو كنتم صورتها اش حال عندها باك لبنت ما قديتش نديلها المونتاج حتى اليوم باش اكتب ربي المهم العميرات اليوم راح نشارك معاكم وصفة تعام حاجب بطريقة بسيطة ويجو بزاف ابنان يعني العجينة تعصح اه تستاهل باش اتجربوها مام لبنت يعني مشي طريقة لوبلا هذيك تعام حاجب بتاع كل حبة نعمروها وحدها هنا راح نديرو زوج ورقات في خبزة واحدة تجي ابنينا وتعصح ما تشدكمش يعني بدل ما تديري عشرين عشرة اتكمليهم في دقيقة المهم لبنت اهنا نروحو للطريقة بارك لبنت هذي طريقة كنتشتها في واحد القانات تاع واحد اخت صحراوية وكي جربتها تصحجت بزاف بلنا او حبيت انشاركم بيها المهم لبنت نروحو للمكوينت اول حاجة نحتاجوها واللي هي زوج كيسان اسميد لازم يكون ارطب يعني اللبنت ديما اسميد حاولوا تخيروا انه عيال مليحة كنتشاركت معاكم المحاجب بتاع اسميد وحدهم وتاع الفارنة وحدها اول مرة رح نشارك معاكم العجينة بخلطة اسميد وفارنة المهم لبنت كيلو بالكيلة اللي حبيتها بارك لبنت نفس الكيلة تاع السميد هي نفسها تاع الفارنة اهنا انا درت زوج كيسان اسميد زوج كيسان فارنة درت عليهم مغرفة صغيرة تاع ملح و رح نبدل هذي العجينة تاعي بالما عادي يعني ميكو لسخولة بارد عجينة عادي كما نديروا العجينة تاع المسمى بارك لبنت اهنا المرة لولا حاولوا شوية تخلو العجينة تاعكم اطرية من بعد لبنت يعني بعد ما تدركوها ديما اسميد لبنت من احسن تدركوها على الاقل عشر طائق يعني هنا هي لمية العجينة تاعي عجينتها امليح من بعد لبنت كي حسيتها شوية بدات تشط في روحها غطيتها ابتوخشن و خليتها واحد دربو حساعة قد ما ريحت عاودت ولي ثاني كملت لها العجينة تاعها ووزت لها ثاني كي شوية موعة و الثاني كخليتها تريح للمرة الثانية وهنا لبنت بعد عجينة تاعي ما ريحت لي امليح كما كم تشوفو هنا اجبتها او حنبدأ انديرها كورات مبارك ابتوخشن احاولوا تديرهم شوية كبر يعني متديرهم مش صغر كما تعالي محاجب باشكم بما انحرح نديرهم بنفس طريقة المحاجب يعني هنا احننننننننننننننننننننننننننننننننن بذام وكما انحرح نديروا مربع المهم لعمرات كيمكن من تشوفو هنا يا بديت ان ندير في هذو الكورات تعالي المسمن اشتركوا البنات العجينة تلعب فيها كما اتحب تغبنك ثانيك البنات اسميد ليس كما الفارينة يعني الفارينة بلد تغبن في العجين تاعمي اسميد تعصح يجي طريق عكي يطيبو يبردو كامل يبقى العجين تاعم أطري وما من البنات كيس بديت تفتحي فيهم ما مش رح يغبنو كما الفارينة المهم العميرات كما كم تشوفو هنا درتك ورات من بعد البنات خلط تكمية زيت مع زبدة درتهم فطبسي هنا يعني بعد ما ذوبت زبدة عفوا زيت تعليها الزيت وهنايا بديت نغطس في هذوك الكورات التاعي الفايدة من هذيك الزبدة و هذك الزيت باش يخلو العجين التاعي يتفتح لي بالخوف وما من البناتها تجي اطرية يعني ما تجيش ناشفاء ما الداخل المهم البنات في نفس الوقت قد قطعت بابي كويسا بشكل دائري كما كم تشوفو وبديت انحلف العجين التاعي كما كم تشوفو هنا درت الخبيزة الأولى حليتها غير شوية حطيتها بجهة وزدت الخبيزة الثانية ثانيك حليتهم بعض حطيت واحدة فوق واحدة يعني هكا باش تسهل علي الخدمة باك الابنات لازم تحاولو تفرقوا بيناتهم انكم ديروا كمية تعزيت مع زبدة يعني باش الخبيزة التاعكم متجيش ام عجنة متجيش ثقيلة يعني العجينة الأولى حليتها شكل دائري زدت البينتهم كمية تعزيت وزبدة وزدت الورقة الثانية ولا الخبزة الثانية وحليتهم أمليحة على شكل دائري يعني ما حاولت ما خلي حتى بلاسة اخشينة ما بعد لابنات جبت لاصوس التاعي ولا مقول لكم الشكشوكة التاعي يعني كل واحد كيفاش يحب يدير لفخص تاع المحاجب يعني كاي اللي يديروا فيها الفيونداشي كاي اللي يديروا فيها غير بصل أوطوماتيش يعني كل واحد وش يدير فيها أنا لابنات كانت عندي شوية شكشوكة من بارح يعني وزدت معاها كانت عندي شكشوكة مخلطة خضراء وكامل وزدت معاها شكشوكة غير تاع أبصل أوطوماتيش وانتوما لابنات لكم اختيار يعني تحبوا زرودية هاكا سيرتولي عندها ولادها ما يحبوش الخضراء وكامل تقدر تدخلها لهم يعني بلا ما يفيقوا كامل ما متقدروا تديروها حارة تقدروا تديروها خبز الشحمة يعني ديدوا فيها الشحم انتوما لابنات لكم الاختيار يعني أنا هنا قلت لكم درتها بشكشوكة عادية بلا قدرتها شوية حارة وانا بديت نعمر في الخبيزات التاعي بهاديك العصوص كما كنت شو البنات كل ما كنت نورق فيها كنت ندير الزيت معا الزبدة من بعد البنات بالنسبة للطريقة كيفاش نعود نبلاح هذه الخبيزة رايح نبلاحها بهذه الطريقة يعني نحاول نجبد كامل اجوانب انو نجبدهم هاكا في الوسط ونبلاحها بهذه الطريقة يعني انا براك الفيديو هنا راني استرحتو شوية باش ميجي شطوي من بعد البنات نقلبها في هذك كما كنت شوفوا وكما كنت شوفوا هذا كل ورقة الطهيرة يسهل عليكم بزيف هنا لبنان ثانيك عاود درس لكم خبيزة وحد وخار برك بشتشوفوا الطريقة ثانيك حاليتها مليح لازم لبنان ديما تحتحوها مليح أنا لولا شوية الشكل تاعها ما خرج ليش امليح تافو ديما الخبزة لولا ما تخرش مليحة ميئة ثانية وثلاثة خرجوا بزيف شابين ومن بنتهم جاتوا ولا ارواح كما كنت شوفوا هنا نطبوها بهذه الطريقة كما كنت شوفوا يحاولوا برك تخرجوا الشكل دائري قام يخرج لكم الشكل دائري غير كي تديروها في الطعجين ولا في المقضاء او بحاولوا ديدوا تقموها هناكو طيبة خبزة والخبزة زوجة لها في الطعجين وهذه رايح انطيبها التالية صدقوني لبنان تلي حبو لم حاجبوا بوسيت ولي محبو حاجة حارة نقولك غير نوضي اوش ديهم للفطار تاعك تاع الصح يجو بنان وميش يدوش كامل وقت 10 خبزات ويشدوك من بعد 10 دقائق المهم العميرات يعني هذا هو الفطار التاعي المحاجب لي كنت درتهم درتهم بطريقة جيدة يعني كالي مار فيني ديرهم بهذه الطريقة وكالي لا لا انا صراحة اول مرة انجربهم بهذه الطريقة المهم العميرات كما كنت شوفوا هنا رايح نحاول نقسم لكم حبة وتشوفوها بالداخل كيف الجدت تعصح جدت شاهي والتي تكون تتوحم نقولها شهيتة في الجنة يعني هنا راح نجيب الموس ونقسم معكم وتشوفو مام البنات كيت ديروا بين الخبيزة والخبيزة الزيت مع السبتاتة على الصحر يحتجي مورقة هنا راح نسخون ونعلى داك وميش قادة كامل باش نشدها شوفوا البنات هنا الورقة هذيك الفوغانية والخبيزة الفوغانية شوفوا كيف شرها مورقة وش نحكيه لكم هنا ما قديتش نرفضها تلمون لي كيت سخونة كيف كنت فراجة الفار يطلع منها شوفوا هنا كيف جدت بزف ابنينا تعصح ونقلكم سيرتوا إذا حررتوها تعوقتها وش نحكيه لكم المهم العميرات هنا حبيت نعطيكم فكرة على الفطور التاعي هذا هو الفطور التاعي المحاجب مع ليمونات اللهم قديمها نعمة من بعد البنات سألح شياكونا خرجنا ورحنا لهذيك جاغدنا بل في بزف شابة اللي يسكنوا في وارن غير ما تراتوش قدوا ولاتكم يبدلوا شوية ومام البنات يعني راهم ديما في الليل يديروها كمهرج وموسيقى وكامل من بعد البنات بالنسبة للعشاكونا وموسيقى زيتون وخفز وليمونات والله هم قديمها نعمة يعني الواحد الفايداء من يخرج ويبدل الجو المهم بدلنا الجو وشوفوا البنات اللي عندها موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى يوميتك من بيتي مع اسيا تحياتك كبيرة العائلة نحن أعطيكم الصحة لأننا معكم أدعوة الخير ونقومون شكرا